ناقش وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني تطورات حملة الترشيح المصري الحاصل على تأييد قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقية وأكد عبد العاطي على الأولوية التي تعطيها الدولة لهذا الترشيح الهام لا سيما في ضوء الأهمية الخاصة لمنظمة اليونسكو ودورها المحورية في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبعي والنهوض بالتعليم ونشر العلم والتكنولوجيا والثقافة وفي ظل العلاقات التاريخية المتميزة لمصر مع المنظمة وموجها في السياق بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للمرشح المصري من جنب كافة القطعات المعنية